طيب النهاردة في بعض المباريات في مختلف الدوريات وإحنا دايما متعودين مع حضراتكم نقول لكم كل المباريات المهمة على مدار اليوم نبتدي بمباريات الدوري الإنجليزي وهو الدوري الأقوى بكل تأكيد النهاردة في مباراة الساعة 5 ابتدت خلاص في هذه اللحظات ما بين وستام يونيتفد وأرسنر مباراة قوية جدا يعني حتى الآن طبعا تعادل السلبي بدون أهداف أستون فيلا حيلعب الساعة 9 مص مع توتنم في مباراة مهمة لفرقتين وبالتحديد لتوتنم لأن الكلام كتير جدا حول جوزي موريني وإمكانية واحتمالية رحيله عن الإدارة الفنية لفريق توتنم لكن في كل أحوالي احنا بنتمنى كل التوفيق للعبين المصريين في صفوف أستون فيلا سواء تريزيجي أو أحمد المحمدي الاتنين بالنسبة بي راح يكونوا أساسي في هذه المباراة طيب مباراة اليوم كمان في كاس الاتحاد الإنجليزي تشيلسي مع شيفلد يونيتد المباراة بتادت الساعة 3 ونص العصر تقدم تشيلسي حتى الآن بنتيجة 1-0 لسه المباراة لم تنتهي بعد ليستر سيتي مع منشستر يونيتد أيضا مباراة قوية الساعة 7 بالليل أما بخصوص الدوري الأسباني ختافي تعادل إيجابي مع إليتشي كان تعادل إيجابي في هذه المباراة بنتيجة 1-1 مباراة بتادت الساعة 3 العصر وانتهت نهائيا وأيضا في بعض المباراة التي ستلعب بالتحديد في مطشين الساعة 5 وربع فيا ريال مع قادش وبالينسيا مع غيرناتا الساعة 7 ونص أتليتكو مدريد مع ديبرتيفو ألافيز والساعة 10 بالليل ريال سويسيداد مع بارشلونة مباراة كمان اليوم في الدوري الإيطالي مباراة كانت الساعة 1 ونص وخلصت خلاص ما بين هلاس فيرونا وأتلانتا خلصت دفوز أتلانتا بنتيجة 2-0 أودونيزي مع لاتيو مباراة تبتدت الساعة 4 والتقدم للاتيو بنتيجة 1-0 سامدوريا مع تورينو مباراة أيضا ابتدت الساعة 4 والتعادل مازال سلبي بين الفرئتين نفس التوقيت ابتدت في مباراة يوفينتوس مع بنيوفينتو وتعادل مازال سلبي زي ما حضراتكم شايفين فيرونتينا ستلعب مع ميلا الساعة 7 وروما مع نابولي الساعة 10 إلا ربع دي أهم وأبرز المباراة في مختلف الدوريات والبطولات العالمية تحديدا في أوروبا